اكدت وزارة الاشغال انها تبذل بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق جهودا كبيرة لحل مشكلة تطاير الاسفلت حسب المواصفات المعتمدة مشيرة الى انه يتم فرش الخلطة الاسفلتية تحت اشراف الاجهزة الفنية المعنية وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية واكدت الاشغال حرصها على متابعة عمل المصانع بصفة دورية بالتعاون مع احد المختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية مشيرة الى اعداد برنامج عمل يومي لفرش الاسفلت ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في الفترة المقبلة ووفقا لزيادة عدد المصانع المنتجة للاسفلت اكدت الاشغال ان الانجاز سيكون ملحوظا على مستوى شبكة الطرق الداخلية والسرية